مبادرتين أجمع بالبعض الصراحة يعني اسمين مهمين جداً سفرة مصر ومهم جداً نحن كلنا نازم نعرف أنه الأكل ثقافة والأكل ده من القوى النعمة للدولة المصرية يعني ثقافة الطعام عبر التاريخ المصر دي ملمح مميز للحضارة المصرية ومبادرة تانية اللي هي مصرح العرائس المتنقل حتدي مع حضرتك بالاسم الجذاب جداً ده سفرة مصر هو اسم جذاب ومبادرة أكبر بكتير كمان من مصرح العرائس المتنقل لأنها زي ما حك أشت أن هي بتصدر صورة ذهنية جيدة عن مصر وتعتبر قوى نعمة للخارج طبعاً احنا سعيدنا جداً بأعلان الوزارة متمثلة في هيئة تنشيط السياحة بالمبادرة والمؤتمر اللي تم في المتحف الكبير لأن شغلنا كدور تواوي بيجي بعد متابعة الفعاليات والمبادرات المهمة اللي بتأثر في الداخل والخارج لأنه بنبتدي نحط لها سيناريول ده طبعاً لو حاطيت نفسي مكان الشخص العادي ففيه بيبقى عندي شغف لبعض الأسئلة اللي ببقى محتاجة إجابة عنها زي مثلاً ورمص القديم كان بيأكل إيه إيه الأكلات الخاصة بالتأثير والتأثر يعني جات فترات زمنية مثلاً في العصر اليوناني الروماني كان فيه مصريين معهم يونانيين معهم رومانيين كانوا هم كلهم فيه تعايش في نفس التوقيت في نفس المكان جي مثلاً العصر العصماني ففيه تأثير وفيه تأثر في بعض الوجبات فيه كمان المخطوطات اللي كانت موجودة الأكلات إيه الأكلات الموجودة بقى حالياً الأجهلات اللي موجودة في صعيد مصر ومميزة لكل محافظة عن المحافظة التانية كل ده كمان بيعتبر بيندرك تحت سياحة الأكل يعني كان فيه دكتور مايل أبراشي بتكلم معاها قالت لي لما برا لما يكون الواحد عنده بيت وبيت قديم وعايز يبيعه بيطبخ بيغبس في البيت ده علشان يصير الزكريات عند الشخص اللي جاي فتحس بالحالين اتجاه البيت فمن خلال الرائحة أجذبك أنك تحس أنه آه دريحة الخبيز الأجدادي كانوا بيعملوه فأحس بالحالين تجاه البيت أي بلد بنسافرها بنبقى محتاجين زي ما بنشوف الملابس بتاعتهم التراص بتاعهم حضارتهم أصارهم معلمهم السياحية بيبقى مهم جداً كمان أجرب الأكلات الجديدة الموجودة عندهم